المحتوى الحراري عرف العلماء المحتوى الحراري H أو الانثالبي بأنه كمية الطاقة المختزنة في المادة وتتمثل في طاقة الذرات وطاقة الجزيئات أي طاقة الروابط بين ذرات الجزيء وطاقة المركبات أي طاقة الروابط بين الجزيئات عرف العلماء أيضاً المحتوى الحراري H بأنه الطاقة المختزنة في مول واحد من المادة حيث إن المول هو وحدة أساسية في النظام الدولي للوحدات ويستخدم في الكيمياء للتعبير عن وحدة قياس كتلة المادة فهو كتلة المادة التي تحتوي على عدد أفوغادرو ستة في عشر أس ثلاثة وعشرين من الوحدات البنائية للماد عنصراً كانت أم مركباً فلو أردنا تعريف المول لكل ذرة فنستطيع القول بأنه كمية من العنصر كتلتها مقدرة بالجرام وتساوي عددياً الكتلة الذرية النسبية له وتحتوي على عدد أفوغادرو من الذرات فعلى سبيل المثال بالنسبة لذرة الكربون فإن كتلتها الذرية إثنى عشر جراماً لذا فإن واحد مول من الكربون يساوي إثنى عشر جراماً أما لو أردنا تعريف المول لكل جزيء لقولنا إنه كمية من الماد مقدرة بالجرام وتساوي عددياً الكتلة الصيغية ويحتوي على عدد أفوغادرو من الجزيئات فمثلاً بالنسبة للماء فإن الوزن الجزيئي له يساوي إثنين في واحد زائد ستة عشر يساوي ثمانية عشر جراماً إذن واحد مول من الماء يساوي ثمانية عشر جراماً وبما أن عدد الذرات أو الجزيئات الموجودة في مول واحد تساوي عدد أفوغادرو فإن المول الواحد من أي مادة تساوي نفس العدد عدد أفوغادرو مع اختلاف أوزانها ويرجع اختلاف قيمة المحتوى الحراري من مادة لأخرى لاختلاف عدد الذرات والجزيئات والمركبات ونوع الروابط في المركبات في كل مادة لحساب قيمة التغير في المحتوى الحراري ΔH لأي مادة يتم استخدام القانون الذي ينص على أن الفرق في المحتوى الحراري لأي مادة هو ناتج طرح التغير في المحتوى الحراري للنواتج HP ناقص التغير في المحتوى الحراري للمتفاعلات HR